بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة أمهداه حلقات يلا نبني حلقات مهمة جدا جدا لإن ساعة ما بنبني إحنا مش بنبني أولادنا بس إحنا نفسنا بن كمان بن تمني ولذلك لإن إحنا بنتكلم على بناء مزدوج بناء لينا وبناء لأولادنا وهو دوت المفهوم اللي لازم نعيشه في الوقت ده ساعة ما بنحاول نعلم أولادنا أولادنا كمان بيعلمونا اللي مش قادر يفهم الفهم ده هيبقى عنده مشكلة جدا جدا في العصر اللي إحنا فيه يعني لو هو لسه متصور أنه هو مصدر المعرفة الوحيد لأولاده عنده مشكلة أولادنا كمان مصدر للمعرفة لنا أكيد مصدر للمعرفة مش لازم يكون مصدر للتربية في فرق بين مصدر المعرفة ومصدر التربية طب أنا بقولي الكلام ده ليه؟ لأن الكلام ده هيحط لنا قاعدة مهمة جداً وهو النفع المتبادل أن يبقى أنا وأولادي في نوع من أنواع النفع المتبادل الكلام ده النهاردة مهم جداً وإحنا بنتكلم إحنا صحيح إحنا في عصر ما قبل انفتاح على ثقافات وقية مختلفة عننا في ثقافات متعددة حوالينا إحنا على الأقل لولدنا مزنوئين محشورين بالتعبير هو محشورين ما بين ثقافتين ثقافة شرقية وثقافة غير شرقية الثقافة الشرقية معروفة بأنها محافظة بتسعى إلى ففيه ثقافتين بالتصنيف القديم لثنائية المجتمعات اللي أنا ما بفهمهاش اللي بسبب قراءة المجتمع على بهذه السنائية بقى عندنا فكرة تانية إن ما فيش ثقافة بس إحنا أولادنا فعلاً محطوطين ما بين ثقافتين على أولادنا بقى خوف كبير على أولادنا يعملوا إيه؟ خاصة اللي في مرحلة المراهق وحضرت النبي صلى الله عليه وآله 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 أسلم علمنا كلكم رائن وكلكم مسؤولون عن رعيتي معنى المسؤول عن رعيته إنه هو محل مسألة مش محل مسؤولية بمعنى إحنا كمان بنفهم مفهوم المسؤولية بشكل مش صحيح المسؤول هو المعرض للمساءلة فعشان كده وإحنا بنتعامل مع أولادنا وبنبني أولادنا إحنا سنسأل عن كيف رعيناهم لكن هل من الرعاية الرشيدة أننا نلعب دور المفتش على أولادنا طول الوقت دور المراقب في بعض الأولاد يجوا يقولولي أنا حاسة أن عين بابا وماما ملزوقة في أفاية أنه النفسهم يعني طول الوقت معايا بعض الأباء علشان يتطمنوا على أولادهم بيمارسوا بعض الأشياء اللي في الحقيقة ممكن توصلهم للوقوع في الإسم الشرعي أنهم يتجسسوا على أولادهم فيرقبوا تليفوناتهم على سبيل المثال أنا ماينفعش رائب تليفون أبني؟ لا يا سيدي زي ما الست ماينفعش رائب تليفون جزة وزي ما الزوج ماينفعش رائب تليفون مراته كذلك احنا ماينفعش رائب تليفون أولادنا ايه ده؟ احنا مش من حقنا التربية؟ اه انت من حقك التربية بس انت ما ملكتش الأولاد دول الأولاد دول اللي هم أعراض الأولاد دول عندهم مسئولية الأولاد دول من حقهم يختاروا فيحسسوا الأولاد ان هم بيلحقوهم فلو كانوا بره البيت مثلا يكلموا صحابهم عشان يتأكدوا فعلا ان هم معاهم بالله عليك ايه شعور الولد؟ يعني استحلفك بالله ايه شعور الولد ان انت بتتصل بصاحبه عشان تتأكد ان هو معاه او يتصلوا على أولادهم ويطلبوا منهم ان هم يفتحوا الكاميرا عشان يتأكدوا ان هم صادقين وان هم في المكان الفلاني وكل ده بدافع وتحت هاجس وتحت شيء بتلعب بيه لنفس الامارة بالسوق تحت فلسفة ايه؟ الحماية انا بحميك حتى لو بحميك من نفسك فالولد دي يحس ان هو انسان مش محل ثقة فبعض الأولاد بيحسوا بالخنقة والضغط لما أهليهم يكتروا من الأسئلة كان هم بيحققوا معاهم زي احكي لي بقى عملت ايه؟ بالضبط ايه وعا تنسى حاجة قابلت مين؟ واتكلمته في ايه؟ طب هو رد عليك قالك ايه؟ طب انت ردت عليه قلت له ايه؟ طب انت فاهم هو كان قصده ايه؟ فأولادنا يحسوا ان هم في الحقيقة مش بنقدمين مكتملين ده حاجة كده الأهالي بيلعبة قطعة شطرنجل الأهالي بيحركوها وبعد كده نطلب منهم بعد كده لما يكبروا ان هم يكونوا قدرين يعتمدوا على نفسهم يعتمدوا على نفسهم ايه الأمارة؟ ايه أمارت ان هو يعتمد على نفسه اذا كنا انا ربيته بهذه الطريقة وفي أولاد بطبعهم ما بيتكلموش كتير اه ده معاناة بعدها معاناة لولد ما بيعرفش تكلم كتير ده معاناة بعدها مع اهله في الأول خالص يلبسوه دور ان هو بيتهرب منهم بعد شوية هو انت مكتئب بعد شوية هو انت عندك توحد بعد شوية هو انت مالك وطبعا ده بيقلق بعض الأباء فيضطروا يتجسسوا او يفضلوا يحققوا معاه فالأولاد يحسوا انهم بيتضغطوا وبيستهلكوا لدرجة ان بعض الأولاد انا شفتهم لما بيجوا تكلموا بيصرخوا في أهلهم لانهم حسين انهم مش قادرين يعيشوا مخنوعين لازم نعرف ان أولادنا دلوقتي مختلفين أولادنا دلوقتي مش حمل تحقيقات أولادنا حمل حوارات ان احنا نتحاور معاهم نسيبهم يتكلموا لان ساعة الأولاد ساعة في الفترة دي بالذات بيلبسهم طور التمرد والعناد فيعملوا ايه فما يتكلموش عقوبة تلينا فالأولاد بيكونوا عايزين يحسوا بمتنفس قادر من الخصوصية يخليهم يشعروا بقدر من الاستقلالية عشان بعد كده يقدروا ياخدوا قرارات وما انتو بتاخدوهم في المدرسة وتخلوا الأسد زي يعلموهم أو تودوهم مدارس بتعلمهم الاستقلال ليه؟ اذا كنت انتو نويين اللي هيتبني فيهم الاستقلال والقدرة على الاعتماد عن نفس انتو هتهدموه ويختاروا ويقدروا بمستقلين ويختاروا ويحسوا انهم قادرين يدوروا أمورهم بنفسهم بيبقى فيه شيء صعب ان المنبالغة دي بتحسس الأولاد بأحساس ان هما مشكوك فيهم وان أهليهم مش وثقين فيهم وان هما مش محل ثقة لا في الحياة ولا في الأخلاق وده أول ما بيحطم بيحطم ثقة أولادنا في نفسهم وبيخليهم في العلاقات حتى في علاقتنا بيهم مفهاش قادر من الثقة والأمان المتبادل احنا هما بتعاملوا معنا هما مش حاسين بأمان بالله عليكم وركزوا معايا أيها الأهالي لما منشك في أولادنا أولادنا نفسهم لما بيجوا يعودوا معنا ما بيحسوش بالأمان معنا لأنهم أمما بيحسوا ان اي حاجة يعملوها هتكون محل شك انتم متكونش قصدين كده لكن هما بيحسوا بكده دوري ان انا أقول لكم دوري ان انا أحط الكلام ده على التربيه زي ما ما حطت الورق ده عشان يتكلم عن حقيقتنا ما نسيبش الأشياء دي تمر كده لازم نعرف ان احنا بتعامل مع أولاد مختلفين انا مش هكلمكم على جيل زد ولا جيل ألفة انا بكلمكم دلوقتي على واقع بنتكلم عليه ومش هنظر عليكم وانا بتكلموا عن الواقعنا زي ما هو وأوقات ده بيدفع بعض الأولاد ان هي تروح تعمل غلط بالعند لما أباهم يكونوا مبالغين في التجسس عليهم وملحاقتهم شوفوا اللي احنا بنعمله ده مع عصر ما كانش فيه هذه المفاهيم الموجودة في عصر حضرة النبي سيدنا أنس حضرة أمه جابيته عشان يتربع بالمعايشة يعني حضرة النبي فيه طريق اسمها كده التربية بالمعايشة فأم سيدنا أنس ودت سيدنا أنس يعايش رسول الله ودي فلسفة مهمة جدا جدا في التربية فسيدنا أنس بيقول ليه خدمت رسول الله عشرة سنين خدمة دي تقتضي ان هو يفهم غلط يعمل حاجة غلط يودي حاجة غلط يتأخر يعمل حاجة كده فيقول خدمت رسول الله عشرة سنين فلم يقلين لشيء فعلته ليما فعلته أو لشيء تركته ليما تركته الأباء والأمهات يسمعوا يجي الأباء والأمهات يقولوننا يعني نسيب أولادنا كده ما نتطمنش عليهم لا ما هادش أقلك ما تتطمنش عليهم بس تحتهم خصوصيته مسيدي لازم نتعود وإحنا بنرب أولادنا ومنحقق معنا الرعاية اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبوا علينا وحضرة النبي كرام نبيه على فكرة رعايتنا لأولادنا دي كرامة مش عب لما حضرت نبيه قال لكم راعي دي كرامة من الله يبقى لازم نتعود إننا نسأل نفسنا عن مقالات أفعالنا هل دي بتحقق اللي إحنا عايزينه بتحقق الرعاية وبتساعد أولادنا على إنهم يكونوا شخصية متزنة مسؤولة عن المستقبلهم ولا لا لأن كتير من الدراسات التربوية تعالوا بقى نتكلم بقى عن وقعنا عن حياتنا كتير من الدراسات التربوية بيّنت إن المبالغة في المراقبة وكل أشكال التجسس والملاحقة والأسئلة اللي أشبه بالتحقيق بتضر أكبر ما بتنفع أولادنا لأنها هي بتوصلهم رسالة واحدة إنهم مش شخصيات مسؤولة يعتمد عليها وإنهم مش محل ثقة فعدم إتاحة قدر من الخصوصية لأولادنا خصوصية إيه أنا أعرف والله ما أزعالكم أنا أعرف ناس لما أولادهم يقفلوا الباب عشان يغيروا بيفتحوا الباب من غير استئذانوا ويدخلوا فالبنت تقول لها إيه دي يا مام مش هقول لكم بيّة الحاجات متصورين إيه اللي بيحصل في البيوت طب فين خصوصية الشخص ده فده بيأثر على سلامته سلامته واتزانه النفسي وبتأثر على علاقاته الإنسانية لأنه بيتعلم إيه بيتعلم بشكل ضمني إن من أمرات الحب التملك إيه ده يعني شوف الأبعاد بقى اللي بتحصل يعني ابنك بيعتبر إن هو عشان يحب حد أو حد يحبه إنه مفيش خصوصية فإيه اللي حاصل لو بتحب لو أنا بحبك يبقى أنت بتاعي وما فيش خصوصية بيننا ويظهر تأثير ده في الحياة الزوجية بعد كده بشكل واضح يعني أنا في الإرشاد الزواجي مصدر أساسي لمعرفة أصل المشكلة عارفين إيه هو البحث في التنشئة ففي أصول لازم نحفرها جونا إحنا أولا قبل أولادنا ونحفرها فينا ونتعامل بيها مع أولادنا للأصل الأول حياتنا مش تحت السيطرة وابنك مش تحت سيطرتك ابنك في النهاية اللي بيربيه معك مولاك بل إن الذي يربيه هو الله فأنت لازم تعرف كده لكن فكرة إن أنت عايز تمنع عنه خطر كذا وخطر كذا فتحطه في بابل تحطه في كابسولة يعيش عاجز لا بيعرف يمشي ولا بيعرف يفكر ولا بيعرف يعمل حاجة ما فيش حاجة في الحياة لينا سلطان عليها ولا حتى عيالنا عبدك لازم تربيه على إنه عبد لله زي ما أنت عبد لله لإن عيالنا تحت نظر الله بالرحمة وبالعناية كل اللي علينا إن إحنا نبرز إن إحنا بنعيش مع بعض كأننا بنزرع أنا هبزر البزرة القيم في هبزر بزرة القيم في والنور في قلبي ابني وفي حياته وارعاه ارعاه بإيه بقى بمية المحبة ومية الحنان وفي النهاية لازم أقول إيه أقول يا رب لكن فكرة إنه عايز أضمن ما فيش حدا يضمن الضمن هو الله الأصل التاني إن ابنك مش ملكك ابنك عبد لله من حقك كمرب إنك تتطمن وتلاحظ وتتابع أولادك لكن مش من حقك إن أنت تحسس أولادك إن أنهم التجسس عليهم أمر عادي يعني الله سبحانه وتعالى بمقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إسم ولا تجسسوا على فكرة هذا الأمر برضو يخص أولاد يعني نسيب عياننا ما حدش بيقول كده لكن في مليون طريقة وطريقة غير التجسس وغير التحسس تعلم أولادك القيم والمسئولية مثلا زي إننا نتفق إحنا وأولادنا إن إحنا هنتكلم ونتحور ونتشارك في كل حاجة فتبقى مساحات من الود آه أصلي أولاد لما بيجوا يتحور معي بيقولوا لي كلام بخاف باترعب لما الولد يجي يقول لي لما بنتي تيجي تقول لي والله أنا حاسة بإني الولد فلاني دوت عينه مني أو الولد دوت ما عرفش بالمصطلح اللي هما بيقولوه بيكراش عليها مثلا فيا لو لازم نعلمها بقى إن الكلام ده هنسمعه أنا مش بقول للناس الأولاد يتجرقوا على الأخلاق وقيم وقولوا كده لكن هنعمل إيه أنا بتكلم عن الواقع عشان ما ننفصلش عن ده فاحنا نسمع فنعلم أولادنا ببساطة خالص إن مش كل حاجة بنتصورها ولا بنحس بيها بتكون حقيقة طبعا نعرف ده إمتى لما أولادنا يتكلموا فنتكلم ولا إنك أنت هتستبيع وتسيب القيم فاحنا لازم ننشط الضمير عند أولادنا لأن الضمير ده هو طوق النجاء اللي هيتمسكه به اللي هو الضمير في الحقيقة أحد تجليات قولي تعالى يثبت الله الذين أمانوا بالقول الثابت إن الولد يتمسك الضمير ده أحد تجليات تثبيت الله فلازم اتعامل مع ابني على إنه عبدي لله ولازم أكرس فيه إن فيه معاملة بينه وبين ربنا وإن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ودايما بينظر إليه ربنا لا يهمله وإن نظر ربنا دوت هو لازم يتمسك به وإن ربنا مش متربس به ده ربنا بينظر إيه نظر الود والمدد فيتعلم الحياة من الله ويتعلم إنه طور عمره مش واحده وعشان كده لما نشوف في كلام الصالحي نشوف حاجاتها اللطيفة قوي سيدنا الحارس المحاسب يعلم سيدنا السليل سقط الثلاث جمال بس وبعد كده سابوا ينطرق في الحياة فأصبح من كبار الله يراني الله يسمعني الله معي فبعد كده إيه اللي حاصل بقى من كبار الأولياء عشان سابوا يعيش مع ربنا ما تدخلش في ما بين ابنك وبين المؤولى إحنا بنظن إن أولادنا لا يدركوا القيم العليا والله ما حقيقي لا أنا بأؤمن بمسألة الطفل المعلم لأن الطفل ده حديث عهد بربي فالأصل إن أولادنا مش بس خطئين الأصل إن أولادنا كمان فيهم نور بس إحنا محتاجين نحافظ على النور ده الأصل التالت أولادنا ليهم كرامة وعرض زينا زيهم بالزبط فإهدار الخصوصية بيكون فيه في بعض الأحيين إهدار لكرامتهم وعدم احترام خصوصيتهم ده جور على حقهم فواجب إن إحنا نحافظ عليه وعشان كده محافظتنا على خصوصية أولادنا لأن الحفاظ عليها من أهم الأمور اللي بتساعدهم على الاتزان والشعور بالمسئولية إنه مسئول أنا عندي خصوصية آه فأنا مسئول عن نفسي حتى لو كنت واحد إيه الإجراءات بقى اللي ممكن نعملها وتنشط عندنا إحساسنا بخصوصية أولادنا خلي عندنا أداب بسيطة تحافظ على إحساس أولادنا بالخصوصية زي إنك لما تدخل عليهم قددهم تخبط قبل ما تدخل خبط يا سيدي استئذان زي ما ربنا علمهم إنهما يستئذنوا علينا ما كانش المقصود إنهما نعلمهم إنهما يستئذنوا علينا وإحنا ما نستئذنش عليهم لأ إحنا كمان نستئذن على أولادنا أنا عارف في فوق واحدة يقول لي أنا استئذن على ابني طب أعرف إزاي إذا كان هو بيعمل حاجة وحشة آه يعني إنت عايز تدخل على ابنك فجأة فيخب الحاجة الوحشة اللي بيعملها فيبقى بيعمل حاجة وحشة وكمان بيداري عليك ومعندوش ثقافة إنه يتحاور معاك برافو عليك أنت كده عملت حاجة كويسة ويا سيدي لو خبطت عليه وسطر الحاجة اللي عنده طب هو بيتستر بسطر الله ولا أنت عايزه يبقى إنسان يشعر بأنه مفضوح خبط عليه مش تخسر حاجة والله هيحس كده إنه كريم هيحس كده إنه عزيز فلما تيجي المعصية ترخصه يقول أنا مش أعصي ربنا لإني أنا حاسس بالكرامة بين أهلي فأنا مش هرخص نفسي بالمعصية تاني حاجة اتكلموا مع أولادكم واسمعوهم اسمعوهم كتير اسمعوهم أكتر ما تتكلموا اسمعوهم لحد ما يحسوا بالاحتواء والأمان وإنكم بتحاولوا إنكم تفهموهم مش تحكموا عليهم اسمعوهم لحد لما هم يحسوا إنهم مليانين بالحنان شبعوا حنان حاسين بأنهم متدفيين عشان البرد جوه القلوب بيخلي الأولاد وخاصة البنات الصغيرين يدوروا على الدفء برة وتمن الدفء برة البيت غالي قوي تمن الدفء برة البيت في حاجة يسمعها الاحتواء البديل فالبنت الصغيرة لما جات ومسكت بإيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل حضرت نبي صلى الله عليه وسلم بإيديه إيديها فمشت بيه في طرقات المدينة ففضل سيب لها إيديه لغاية ما تركت إيده الشريفة فقال لها أراضيتي شوف الكمال لا سألها أنت واندياني فين ولا جايباني منين بنت طفلة صغيرة تالت حاجة خرجوا أجمل ما في أولادكم عشان أجمل ما في أولادكم يمشي قانون الإزاحة اللي هو قانون رباني ما لكمش يد فيه إن الحسنات يذهبنا السيئات رابع حاجة أنتوا لازم ببساطة خالص تشعروا أولادكم أنتوا بتنتفعوا منهم زي ما هما بينتفعوا منكم أنتوا بتتعلموا منهم وده حقيقي عشان بس ما نجدبش على نفسنا أولادنا كتير بيفاهمونا أشياء كتيرة في التكنولوجيا وأهم حاجة بيفاهموهن بيفاهمونا هما إيه مشاعرهم هما إيه حكايتهم هي إيه احتياجاتهم وهم المصدر الوحيد اللي هنقدر نفهم منه هما محتاجين لنا في إيه وساعة ما نعرف هما محتاجين لنا في إيه هنقدر نكون معاهم خلي بالكم أن كل ما تقول لابنك أنه هو نعمة من أجل النعم اللي ربنا أنعم عليها عليك بيها قدي إيه ابنك عيكون صدره مفتوح وحابب أنه يتكلم معاك قدي إيه لما تقول لابنك أنه هو محل ثقة وتتعامل معاه بأنه محل ثقة قدي إيه ابنك عيكون كل ده بيتقيله وبيخليه متزن قدي إيه مش هيتشوش ولا يحب أنه يهرب منك ولا يحور عليك ولا يلف ولا يدور لما تحسسه أن كلمته عندك مصدق وأنه إنسان محترم فيجي يقول لك أنا تعودت معاك على الصدق فأنا عايز أقول لك حاجة واخد رأيك فيها يا فرحة قلبك لما تحس أن ابنك مش بس هو حس أنه هو محل ثقة لأ كمان ده نعكس وبقيت أنت محل ثقة يقدر يرجع لك وتحس أن أنت قادر تستمر في دور الأب أو قادر تستمر في دور الأم لما تحس أن أولادكم ربنا أكرمهم وشافوكم أن أنت ممكن ترعوهم وتكونوا محل ثقة وتكونوا محل مسندة ودعم ليهم يا رب نهمنا رشدنا وجعلنا ممن يدركون أن العباد لله ونخرج من امتلاكنا لأولادنا لأن الملك هو الله وحده لا شريك له بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم ونتلقى أسئلتكم مباركة عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وتفضل جسل مفتوح لينا ندخل بها مجالس العلم ونفضل مع مولانا سبحانه وتعالى عسى يذكرنا في الملأ الأعلى فتنشرح صدرنا ونقبل على الحياة بأنوار مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد أول سؤال وأول سؤال معنا الأستاذة نادة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذة نادة تفضل من فضلك عايزة أسأل عن زبح الشال عشر يعني فيه شاية عشر عندي وهي ما ولدتش يعني ما ولدتش وهي أنا عايزة أسأله ما تباحها ألا هو إحنا عندنا لو إن إحنا زبحنا الشال عشر دي بيبقى الزكاة لها زكاة لجنينها يعني الجنين اللي في ده لو دبحناها يبقى يجوز إن إحنا نتباح إذا كنا محتاجين لده يجوز لكن لو انتظرنا لا بأس بده لا بأس بإن إحنا ننتظر ويكون أحسن عشان يبقى عندنا الناتج جمان ممكن ننتفع به لكن لو اضطرنا إن إحنا نتباحها نتباحها ويبقى عندنا عندنا حكم شرعي إن زكاة الأم هي زكاة للجنين زكاة لذلك لذلك الجنين الذي في بطنها نعم أستاذ أيمن معنا أستاذ أيمن السلام عليكم عليكم السلام حضرتك يتحول لبرنامج في المساجد وتستغل المساجد وخطب الجمعة في توجيهات لأولئة الأمور وأيضا للنشأ اللي بيحضر الصلط وده حيكون ليه تأثير كبير جدا يعني هو ما يتحولش لمجرد كلام وفات عليه الوقت لا احنا بنحوله البرنامج مستمر برنامج ليه تقييم وليه إعداد علمي جيد من الناس اللي هم مؤهلين اللي هم بتكلمه في الكلام ده مع أخذ وحضرتك برضو حتى غير المساجد يعني التمسيات اللي بتجيب الألفاظ الفضيعة والعادات السيئة والانحرافات الكبيرة وبتزينها وتحط إن الفلوس كل حاجة صحيح حضرتك النهاردة احنا مش بالربي اللي وحدينا احنا عندنا الانترنت مليان بلاوي زي ما هو مليان حاجات كوية صحيح فالرقابة بالنسبة للاولئة الأمور حتكون موجودة بس بشكل زكي لازم تكون موجودة منتعشنا ليها حضرتك صحيح تأصيل الثقة بين الإبن والإبنة والأباء ده حيتطلط تنصيق برضو بين الأبوين يعني إن الأب بيربي طريقة مختلفة أو بفكرة مختلفة عن الأم دي في مشكلة كبيرة جدا يعني خلينا أقول لحديك اتفضل يا سيد زايم اتفضل حديك اتفضل حديك لو حديك خلصت كلامك أنا أقول لك حاجة عطيفة يعني تقريبنا فضل يعني بالتمثليات والحاجات اللي بتيجي والأفكام والبرامج يعني وكمان الإعلان عنها يعني أنا شفت البنانة حديك دلوقتي بالصدفة أنا معرفش إنه في برمامك أصلا بتكلم عن ده بحظ كويس والله يا سيد زايم الموضوع النهاردة هو تربية الأبماء بطريقة ذكية ولا حديك بتتكلم في عدة مواضيع من بمنها أنا يوم اللي اتنين يوم اللي اتنين هو يوم يلا نبني يلا نبني ده يعني يلا نبني مستقبالنا ونستثمر في أولادنا هو ده يوم اللي اتنين ده وات اللي احنا بنتكلم عليه يوم فاحنا معدنا دايما من القدوة الحسنة زي ما حضرتك قلت إنه الإخادم أنس سيدنا أنس لما حضرته أمه عشان يعايش زي ما حكا قلت يعايش آه أنا بحب لفظ المعايشة ده آه في قدوة قدامه بيستقي منها كل طريقة الحياة وببناء بيبني خلينا أقول لحضرتك أستاذ آيمن يعني خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة قوي وأقول لأستاذة مشاهدين كلهم المرأبة عندنا فيما يتعلق بالأولاد هي مرأبة فيها فلسفة في فلسفة في إدارة البشر بتقول لك عليك أن تقبض على مرؤوسك وابني على فكرة مش مرؤوسي ابني مش مرؤوس عندي يعني ابني مش موظف عندي زي ما زوجتي مش موظف عندي عليك أن تقبض على من تحاول أن تطوره أول ما تسمع تقبض عليه تحس كده أن أنت تقبض عليه بيعمل غلط عشان تعاقبه لا عليك أن تقبض عليه وهو يفعل الصواب فتكافئه عليه فيصبح الصواب عادة له يريد نتمنى ده أن أنت مرأبتك تكون مركزة على إيه كويس بيعمله ابنك ويتكافئ عليه مرة مع مرة مع مرة هيحس أنه هو محل جمال ربنا محل أنوار ربنا محل مدد ربنا فيعز عليه أنه هو يزلي نفسه أو يهين نفسه والناس المتربيين على الغالي ده لازم نرجع أولادنا أنهما متربيين على الغالي يعني متربيين على أنهما غاليين فما بيرخص نفسه ما رخص نفسه وحد يبتزله ولا حد يستغله ولا حد يبتزه هتلاقيه غالي عايزين نغلي أولادنا بأن هما محل كرامة ومحل احترام وتأدير نعم أستاذ حمدي تفضل أستاذ حمدي أيها فان تفضل أستاذ حمدي أبا شخنا أهلا وسامي أستاذ حمدي تفضل سامي حضرتك أنا بقى لساني أقعد في البيت والعملاء وفهم في الشغل وميش أن تدع الفكرة أنه الواحد يعني مثلا يبقى مش لاقي عمل أو مش لاقي أي مثلا أي حاجة أجاوب على حضرتك يا حمدي بس يا حمدي الإنسان عندما لا يجد عمل بيبقى فيه ثلاث حاجات منتجه ناحيته أول حاجة المنتجه ناحيته هو أنه يفكر هو هل جدد في عمل ولا يعني فيه ناس كتير بتقعد ما بتلاقيش عمل لأن المهن بتاعتها بتاعت تنحسر مش بس عشان الحالة الاقتصادية لا المهنة بتاعته بدأت تنحسر زي مثلا المهنة التي تتعلق بمثلا بإصلاح الأحزاء بقيت الناس بتجيب أحزاء بتمن رخيص فلما يبوز بي ما بيصلحوش أو أن المهنة التي تتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بصناعة معينة فإن اللي حاصل بقيت الأمور فيه أدوات أخرى جديدة وأحدث في تنظيف البيوت أو فيه كذا فإحنا أحد أسباب عدم حسن على العمل إن احنا محتاجين نجدد دايما في أعمال ليه حد يشك دلوقتي إن الحياة اللي احنا فيها دي مليئة بالتكنولوجيا مليئة بالتكنولوجيا التكنولوجيا بتروح على المهن حتى بما في ذلك مثلا مهنة البنة دلوقتي فيه أدوات بتمحر الحطان لوحدها فأنت لازم تعمل إيه لازم تتأكد على أنت تطورت بما يتناسب مع السوق ولا لا دي حاجة مهمة وده جزء من قول من تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه وإذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه جزء من إتقان العمل التطور في العمل من أجل إن أنت تكون مواكب للسوق الموجود ده فجزء من إتقان العمل إن أنت تتطور مش جزء من إتقان العمل إن أنت تفضل على اللي أنت فيه ده والحاجة اللي أنت اللي أنت بتشتغل بها ديت ما بقلقاش تسوق لا ده مش جزء من إتقان العمل حاجة تانية والمهمة إن أنت اسعى واطلب الرزق واطلب الرزق في كل حتة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل حب يقعد ومن غير ما يشتغل حضرت النبي قال له لا روح اشتغل ووسع طلب رزق وحضرت النبي اقترح عليه مجال من العمل هو ما كانت الشغال فيه قال هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يبقى تاني حاجة توسيع مجال العمل يبقى اتأكد اننا اتطورت اوسع مجال العمل الحاجة التالتة اه في بعض الاحيان بيحصل كده تعمل ايه تستمر ولا تيأس لابد من الامل الامل هو الذي يجعل الانسان يستمر في الحياة ويفتح عليه ابواب العمل فاستمر بالامل وما تقولش هو ايه اللي حاصب بقاليس انا ما بشتغلش استمر في البحث عن العمل هوية دي الرجولة ان انت تستمر في البحث عن العمل وتطور نفسك هو ده اللي يفتح عليك ابواب الايه ابواب الخير كلها استاذ خالدي تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم استاذ خالدي أهلاً من أزبايا حضاكا الشيخ فضل ونعمة الحمد لله ربنا يبريك لك يا رب أنا متابع برنامج حضاك على طول دايماً والله الله يعز حضاك يا أستاذ خالد ربنا يبريك لك يا رب والحلقة من نهاردة كانت مفيدة جداً بس في نقطة بس مهمة جداً حضاك الشيخ يعني اتفض احنا بإن ربي فأولادنا أنا بس أعايز أقول لك يا أستاذ خالد أستاذ خالد اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا بنعمل حاجة زي ما يقولوا كده هندي ميد احنا بنغزل عشان الوضع المتداخل اللي احنا فيه ده في مجال التربية فأنا صدري منفتح جداً جداً لكل حد ييجي يقول لي نعمل إيه ده لأنه ده مهم جداً جداً فضل يا أستاذ خالد أنا أول مرة أسألك في برنامج عمتاً يعني على رأسي ليه الشرف أن ده كان حظي ربنا يخليك رب ربنا يخليك فضل يا أستاذ خالد احنا بنتكلم في أن احنا نزرع ثقة في أولادنا وبرضو يبقى دايماً يشاركوا أباؤهم في أي موضوع وكده نعم بس بلاحظ أن أهم حاجة الأخلاق الأخلاق يعني معظم مش كل يعني معظم الشباب بتبقى الأخلاق والألفاظ اللي بيتدولوا بيها سواء في الشارع أو كل بيوت بتبقى شيء محدن جداً فمش عارفين بيبقى إيه السبب يعني دايماً يعني ممكن يبقى ناس كويسة وكل حاجة بس بيتلفظوا بألفاظ وحشة بيبقى الأخلاق متدنية أوي عندي بحس بداية أستاذ خالد لقيت أن السبب في دا ست حاجات آه تمام فأنت لو حابب أننا أقولك إيه الأسباب أكلمك عن الأسباب بس أنا بفكر في الحلول أكتر من الأسباب تمام 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 فخلينا جاوب على السؤال دا وتقول لحضرتك إيه الأسباب بسرعة وإيه الحلول ويا سلام لو أننا نتكلم في حلقة وده مهم جداً إن شاء الله نفكر فيها في حلقة ليه أخلاق أولادنا مع كونهم بيتربوا في فيقة كويسة ليه أخلاقهم بتسيل بيحصل سيولة في الأخلاق ليه هنقول كده أحد أهم الأسباب هو عدم الثقة بالنفس اللي بتخليه بيقلد الحاجة التانية إنه هو بيحس إنه هو ضعيف ومحتاج إنه هو يحمي نفسه بإن الناس تحس إنه هو مخربش وتحس إنه إنسان فيه شقاوة كده فيحس إنه هو بيحمي نفسه أحد الأسباب كمان إنه هو بيحس إن البيئة كلها كده فهو عشان يندمج في البيئة دي ويبقى إنسان مش مرفوض ومش ملفوظ بيتطر يعمل ده أحد الأسباب كمان وهو سبب مهم جداً جداً إن الأهالي كمان هم بيمرسوا ده فالولد عمل زي ما بيعمل الأهالي رقم خمسة إنه في أحوال كتيرة إن السبب في ده ببساطة خالص إن الشخص ما عندوهش قدرة على إنه يميز ما عندوهش معايير الأهالي ما ربهوش على معايير يفرز بيها إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش إحنا نعمل إيه بقى؟ تعالوا نهتم إحنا نبتد بأنفسنا إن إحنا نخلي البيت بيئة آمنة أخلاقية مفيش عنف مفيش تلفز الألفاظ الخارجة نوع من أنواع العنف فنبطل نخلي البيت فيه أي شكل من أشكال العنف وأي شكل من أشكال تهديد الأولاد عشان ما يتضررواش يحموا نفسهم بالألفاظ غير المناسبة وبالأخلاق غير الرشيدة ده اللي كان يستحملوا الجواب على أستاذ خالد ولسه مكملين في الملف دوت لأنه في الحقيقة هو دي حياتنا وإحنا متمسكين إن حياتنا تكون أفضل لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطانا كل هذه المنا إحنا مش هنستصغر نعمة ربنا بإن إحنا قادرين نفكر وقدرين كمان نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرين نضع حلول لحياتنا وقدرين كمان إن إحنا نتمسك بمدد ربنا فحياتنا تكون أحسن يا رب العالمين اجعلنا دائما في مددك واجعلنا دائما في بركتك والهمنا رشدنا يا رب العالمين وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وحبب إلينا الأخلاق وحبب إلينا القيام وحبب إلينا أن نكون من أصحاب الكرامة ولا نتعدى على كرامة أحد لأننا جميعا عبيد لك يا أحد فاجعلنا دوما نرى الكرامة منك وحدك ولا نتعدى عليها ونكون دائما في رضاك وفي حماك يا رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى